موسيقى النشرة الرئيسية من الفضائية التربوية مساء الخير نبدأها بالعنوين موسيقى وزير التربية يستلم الدراسة التفصيلية الهندسية المعمارية لترميم وتأهيل مدرسة الفيحاء الاثرية موسيقى مديرية التربية بحمص تنهي ترميم ثانوية الشهيد محمد جودة بتدمر موسيقى من العنوين للتفاصيل مساء الخير أصدرت وزارة التربية العددين الجديدين من مجلة المعلم العربي التي تعد من أبرز المجلات التربوية على المستوى العربي وزير التربية عماد موفق العزب أكد أن مجلة المعلم العربي مجلة عريقة وقيمة على مستوى سوريا لا سيامة بالأبحاث الجديدة التي تقدمها وتطال كل شرائح وفئات المجتمع متمنيا من القائمين عليها العمل من أجل وصولها إلى جميع الشرائح المستهدفة ويحوي العددان لذان يضمان 225 صفحة موضوعات لكبال الكتاب من القطع التربوي والأدباء السوريين طبعا هذا العدد هو عدد الأول كما أقول حاولنا أن ندخل فيه أبواب جديدة تعدت المحاور بين الأدبي والثقافي والبيئي والتعليمي ورصدت حالات المتميزين في سوريا حسرا صلتنا الضوء على إبداعات الطلاب صلتنا الضوء على المتميزين صلتنا الضوء على الموضوع الهامة التي تخص المعلم إضافة إلى أننا اعتمدنا تقسيم المجلة إلى عدة محاور وفي نهاية كل محوار كنا نضع بابا خاصا في التعريف في الأعلام السابقين واللاحقين فخرجت المجلة بقالب متميز طبعا تميزت بالجودة إن شاء الله هذا سيحكم عليه الوسط التعليمي إضافة إلى أنها طبعا غنية بجميع المجالات التربوية والثقافية والبيئية وطبعا لم نترك أي باب حتى أننا أتخلنا بالعدد الجديد حيز خاص بالأطفال استلم وزير التربية عماد موفق العذب الدراسة التفصيلية الهندسية المعمارية لترميم وتأهل مدرسة الفيحة التي تعرضت للحريق بعد تكلفه كلية العمارة مركز البارودي في جامعة دمشق بإنجازها وزير التربية أثناء الجهود المبذولة والتشاركية في العمل من قبل المعنيين لإنجاز الدراسة بالسرعة الممكنة رغم الظروف الحالية واتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي الفيروس كورونا الأمر الذي يشجع على ترميم المدارس والمباني ذات الصفة الأثرية في المحافظات جميعها على غرار ما تم تنفيذه مشددا أن مدرسة الفيحة من آلاف المدارس الأثرية في سوريا التي قامت وزارة التربية بمسح الأضرار لترميمها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي للاستفادة من مهارة وخبرات الطلاب رئيس جامعة دمشق ماهر قبقيبي أكد وجوب المتابعة والإشراف على التنفيذ المباشر ليكون بدقة الدراسات والمجسمات يذكر أن مدرسة الفيحة تعرضت لحريق النتيجة تماثن كهربائي نتيجة تماثن كهربائي أدى إلى أضرار في الصقف الجنموني في الشهر الأول من العام الحالي أنهت مديرية التربية بحيمس تأهيل وترميم ثانوية الشهيد محمد جودة العبدالله في مدينة تدمور والتي خربها تنظيم مداعش الإرهابي قبل اندحاره من المنطقة بفضل بطولات بواسل الجيش العربي السوري مدير تربية حيمس أحمد إبراهيم أوضح أن تكلفة إعادة ترميم المدرسة بلغت نحو 34 مليون ليرة سورية حيث تم تجهز 17 خرفة صفية مشيرا إلى أنه أصبح هناك ثلاث مدارس جاهزة بالمدينة للتعليم الأساسي والثانوي كما تسعى المديرية حاليا إلى إعادة تأهيل عدد من المدارس الأخرى مع زيادة عودة الأهالي إلى منازلهم الكوادر التدريسية في اللاذقية مستمرة بعمليات تصحيح أوراق شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة مع توخي الدقة والحذر لضمان جهود الطلاب روع مخلوف وجولة على مراكز التصحيح تستمر عمليات التصحيح لشهادتي التعليم الثانوي بفروعها كافة وبجهود عالية من مديرية التربية في اللاذقية والتوجيهات الوزارية للإشراف على مراكز التصحيح وضرورة إنصاف وتقدير كل الجهود التي يبذلها الطلاب اطمئنينا على واقع التصحيح وإن شاء الله كل عام سوريا بخير وطلابا بخير وبيحصلوا على نتائج ترضيهم لأنه حصاد وتعب عام كامل يعني بلحظة واحدة إذا لم يكن المصححة دقيقا قد تذهب على الطالب أو تحدد مصير الطالب ومسار دراسته في المستقبل لهذا الأمر حاولنا أن تكون العينة نوعية من زملائنا المصححين وكلهم وجهنا تحيي جرت الجولة التي قام بها السيد مدير التربية عمران أبو خليل ومشرفون من وزارة التربية على عدة مراكز للتصحيح لمادتي اللغة العربية والفيزياء والكيمياء للتعليم الثانوي وفق مراعاة لشروط السلامة العامة لتفادي فيروس كورونا طبعا هي العملية كتير دقيقة لأنه فيها تعاب لصالح الطالب لأن الأسئلة تتوزع لمجموعات كل مجموعة في إلى مصححين ومدقق ومراجع للورقة يعني الورقة عم تمر على أكتر من شخص لحتى نقصل على نتائج دقيقة مية بالمية السلام كتير سهل ومريح حتى كتير يعني الطلاب والعلامات كتير منيحة لازم تكون الأمانة، الدقة، المسئولية، والسرعة في الإنجاز هي العنوين العريضة لسير واقع عمليات التصحيح هنا في محافظة اللاذقية كانت معكم روع مخلوف لأخبار التربوية من اللاذقية نشرتنا مستمرة على الفضائية التربوية وفيها أيضا فرع جامعة الفرات بالحسكة يصدر نتائج اختبارات المقدرة اللغوية للقيد بدرجة الماجستير أهلا بكم من جديد الكادر التدريسي والتعليمي في محافظة حما يؤكد مشاركته في انتخابات مجلس الشعب ويطالب الأعضاء الجدد بالتركيز على دور الشباب والاهتمام قضاياهم وتلبية تطلعاتهم وطموحاتهم وللسلطان وهذه العينة من الآراء المعلمون أمام مسؤولية جديدة على طريق بناء الإنسان والوطن وهذه المسؤولية تتمثل بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات التشريعية ونشر الوعي بضرورة الاختيار للمرشح الأكفاء الفضائية التربوية السورية رصدت آراء عدد من المعلمين وجاءت بالتقرير الآثي نحن كتربويين ومؤهلين للتربويين وبحقنا الانتخابات لمجلس الشعب إن شاء الله سيكون اختيارنا للإنسان الأكفاء اللي بيحسن بيحمل همومنا بيوصلها للأعلى وبيحللنا ياها إن شاء الله نحن نتمنى أنه يكون يتناسب رواطبنا مع مستوى المعينشة ينظروا إلى أنه كصوت كلياتنا يكون صوت واحد أنه بتمنى منهم أنه دائما يكون إيد وحدة كلياتنا هذا وأعرب الجميع على أمل مشاركة المواطنين بممارسة حقهم الانتخابي بوعي وشفافية وأن يحفظ أعضاء مجلس الشعب الأمانة والثقة التي منحت لهم ويقع على عاتق أعضاء مجلس الشعب سن التشريعات الهادفة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين عموما وللكوادر التربوية على وجه الخصوص فالمرحلة القادمة تتطلب النهوضة بواقع البلد نحو الأفضل لأخبار التربوية وليد سلطان حما أصدر فرع جامعة الفرات في الحسكة نتائج اختبارات المقدرة اللغوية للقيدي بدرجة الماجستير التي جرت في العاشر من الشهر الجاري بكلية الأداب والعلوم الإنسانية رئيس فرع الجامعة الدكتور نجم الحميدي أوضح أن نسبة النجاح بلغت 23% من عدد المتقدمين الإجمالي والبالغ 196 طالبا وطالبة من كل الاختصاصات وبيان الحميدي أن هذا الاختبار هو الثاني خلال العام الجاري ومن المقرر إجراء اختبارين الأول خلال أيلول القادم والثاني في تشرين الثاني وذلك بغية إتاحة الفرصة أمام الخريجين كافة لتقديم طلباتهم للالتحاق بالدراسات العليا أعزائي نشرتنا انتهت قبل الختامة ذا تذكير بالعنوي وزير التربية يستلم الدراسة التفصيلية الهندسية المعمارية لترميم وتأهيل مدرسة الفيحاء الأثرية مديرية التربية بحمص تنهي ترميم ثانوية الشهيد محمد جودة بتدمر لمزيدا من الأخبار زروا صفحة الفضائيات التربوية على الفيسبوك دمتم بأمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة